لابد انه يزود عدديا في الناحية الوجومية لابد انه يزود يزيد اكتر من لعب فيه المساحات ودي تزديدة من بعيد كده مفيش تركيز فيها من حسان فاولو تطلع خارج الملعب برقى اهو بصوا الكرة بصوا حسان فاولو خدها عالطار يا ولد حلوة والله انما التنفيذ يعني مش جيد بصوا الكرة سابها كده تنط فادة تشيب كده على طول بجوار القائمة محمود انما دربة حرة مباشرة من يسدد دربة حرة والحاقة البشري راجع جده مع الدفاع اتلعب تزديدة وحشة اوي وحشة اوي بالقدم اليسرى يعني الكرات اللي في الحتة دي تتلعب بلعيب بيلعب بيمينه احسن اصبحت النتيجة شوف اللعبة دي الاول وادي جده العابة عطول لبابا اركو بابا اركو خطيرة وترجع لورا لحسن الشامي والعرضية انما يا ولد يا عزت يا ولد يا محمود عزت بقول له حالكو مدافع متميز جدا اصبحت النتيجة واحد واحد بين فيك وابا مقطوع اتلعبت في الامام حسن باولو هو جول هو جول عدل على شماله هو جول تاني وحطاه يا 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 حسن باولو كاده ان يتقدم يا يا ادي الكرة تلعبت له بينية حلوة جدا وجاي من موقف سليم مش متسلل عدل على القدم اليسرى وقاطم تاني على اليمين وحطها عايز يحطها من فوق عامر عامر لكن تطلع الكرة الى خارج الملعب بره يا كان مفرق ممكن يسدد باليسرى لكن باليومنا ببراعة بيطلعها عامر عامر الى ضربة ركنية ضربة ركنية يعرف يتعامل مع المباراة ما فيهاش مشكلة خلاص ما فيش داعي الكروت اسلام محارب على تنفيذة ضربة الحرة المباشرة أطلعها متعرضية وخاطرها النمم عدية تطلع بره دربة مرمى انتهى الشوت الأول في مبارتاي الدور التمانية لدوري أبطال أوروبا واحد واحد بين فيكا مع باير وتقدم أتلتكو مدريد على برشلونة واحد صفر اتيجة يعني ضعيفة في مباراة الزهب أمام أتلتكو مدريد اتنين واحد على ما لعبه والآن خسران واحد صفر هذه الكرة اتلعبت عرضية جوه المنطقة يمسكها عامل عامل دخلنا على ربع الساعة الأخير جده أين مشويره أين مشويره معدي جده لكن كواكو منسو ياخدها مرة تانية وليد حسن يلعبها ناحية الشمال بيتر إيمونبوي بيتر بيتر يلعبها عرضية عبالة عرضية إنما يطلع تاني بيتر إيمونبوي اللعب دلوقتي بجانب طبعا محمد ناجي جده وليد حسن كل اللعيبة اللي في التلت الهجومي كلهم لعيبة من أصحاب القدرات الهجومية في فريق الانتاج الحربي هل تفرز هذه التغييرات شيء بابا أركو لسه مع بابا أركو بيلعب بيخبطها وتطلع ضربة ركنية لصالح الانتاج ضربة ركنية بصوا بابا أركو وبيتر إيمونبوي بابا أركو الهجومي بيتر إيمونبوي النيجيري وشريف أشرف المصري تلت لعيبة أصباحهم موجودين في الناحية اللجومية تلعبت الكرة على طول عرضية وفي ملتاة الخطورة ولسه مش ممكن ياه 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 على الكرة دي سيد فريد دخل أهو عشان أثناء تقدم محمود فتح الله الزمالك فيها مين الناحية اللي من وجهة نظري هي أقوى من الناحية اللي فيها الآن شوف اللعبة دي وليد حسن على تنفيذ الدربة الحرة أكتر من لعب جوه منطقة الجزاء من الفريقين ودي دربة رأسية عالية خارج الملعب الناحية التانية بقى المصري والدخلية المصري وصل بالفوز على الدخلية 2-1 الإسماعيلي وصل بالفوز على الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 والاتحاد وصل بالفوز على بتروجيت بعد مباراة مثيرة جدا 3-1 ويتبقى موجهة 1-0 بهدف محمود سيد في الشرط الأول وإنذار تاني في هذا اللقاء إنذار تاني في هذا اللقاء من نصيب اللاعب إسلام محارب إسلام محارب ياخد الإنذار التاني في هذا اللقاء كان فيه إنذار لحسن الشامي قبل خروجه لعب الانتاج ودي الحارس ماهدي سليمان بيزبط الحائط بتاعه بس بصه لعيب سموحة في الدفاع نطرين لعيب الانتاج برا عشان ما يبقوش متسللين فحطنوا معاه لحدود المنطقة وبالتالي بعدنوا معاه لمنطقة المرمى وده زكاء من المدافعين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر